الفجوة في الرواتب والأجور بين الجنسين غير موجودة بتاتاً لأنه بالنهاية في عندك نظام سلم ورواتب وأجور معتمد داخلياً من قبل الإدارة يحقق العدالة في الفرص والأجور بناء على المؤهل العلمي وبناء على التطور الوظيفي بغض النظر عن الجنس نحن في شركة أدوية الحكمة من آمن جداً في دعم وتمكين المرأة فعشان هيك لدينا برامج متعددة ومتنوعة لدعم وتمكين المرأة في أشياء ممكن أنها تثني المرأة عن التقدم للوظيفة فكل هذه السياسات حطناها تحت المجهر وتأكدنا أنها بتعامل الرجل والمرأة بتساوي كامل ومن أجل تمكين المرأة في سوق العمل قمنا بفتح مصنع في محافظة مادمة كانت فكرة منه أنه نقرب المصنع لأماكن سكن الموظفات وقدمنا لإلهم مواصلات رواتب حسب سلة موظيفة وحوافز إنتاجية وحوافز حضور بتساعدهم على تحسين مستوى الموظيفة من خلال بيئة عمل مناسبة يعتبر قطاع الـ IT من القطاعات الصعبة على النساء لأنه من القطاعات المتطلبة نفخر بمينا آيتك أنه إحنا وفرنا الجول بالمناسبة أنه يكون 60% من الـ top management أو الإدارة العليا عنها هي من النساء العاملات 70% من الموظفين في الـ biolab هم من الإناث وجود حضانة في المدرسة دعنا في الأطفال من عمر 70 يوم لعمر 4 سنين وبما أنه معظم الموظفين في الشركة عندنا إناث فعندنا عدد كبير من المتزوجات والأمهات فارتقينا أنه أنسب نقدم لهم حضانة لرعاية أطفالهم من عمر 70 يوم إلى عمر 4 سنين وذلك لتقديم الراحة النفسية للأمهات خلال وجودهم في مكان عملهم بالإضافة إلى ساعة الرضاعة التي يمنحها القانون للأم الشركة عندنا أعطت ساعتين زيادة للأم حتى تقدر توازن بين عملها ورعاية أطفالها لمدة سنة كاملة زدنا ساعة الأمومة وساعة الرضاعة للستات فصفت عندنا 18 شهر بدل 12 شهر وزدنا الرعاية الأمومة للستات بدل سبعين يوم صارت عندنا تسعين يوم نحن لدينا في المدرسة غرفة انتظار لأن العاملات والمعلمات بينه دوامهم بعد نهاية دوام الأطفال فالأطفال بيكونوا في غرفة الانتظار مع معلمات مختصات بيساعدوهم فيها تعليم أيضاً وطبعاً ما نسينا الآباء بالنسبة للآباء منقدم لهم 3 أيام إجازة أبوه من وقت ولادة الطفل وفي عندنا ميزة خاصة للموظفين الذكور بأنه عندهم يوم إجازة أبوه وضعنا السياسة للتحرش وهاي السياسة مهمة وربما العالم يعني وعي عليها مؤخراً ولكن حقيقة هي تكفل للمرأة بيئة رفيقة بيئة بتجد المرأة فيها نفسها من غير أي ضغوط وكمان عندنا في الحكمة إشي اسمه الخط الساخن اللي هو أي موظف أو موظفة بتعرضوا لديق أو مشاكل بقدروا يفتحوا الخط عليه وبقدروا يبعثوا إيميل ويتواصلوا مع الناس المعنيين وعشان انحللهم هاي المشاكل تبعتهم نظام الدوام المرن بحيث يسمح هذا النظام للموظفين سواء كانوا الذكور أو الإناث إنهم يلتحقوا بعد موعد بدء الدوام وهذا الشيء أتاح للأمهات إذا كان فيه عندها شيء معين تقدر تخلصوا وبعدين تيدي على الشغل ونفس الشيء بالنسبة للموظفين الأباء إذا كان فيه عنده توصيل أحد أطفاله للمدارس إلى آخرية بيضر يلتحق الدوام دون إنه يحتسب عليه هذا الشيء تأخير طبعاً من ميزات الساعات العمل اللي في البيت أو المرنة إنه نقدر نحافظ على الموظفين اللي يأخذوا خبرة واشتغلوا معنا وبنفس الوقت بنحافظ عليهم وما بنخسرهم بدايةً ما بننزلهم على النايت شيفت وبالإضافة بنعطيهم الفرصة إنهم يقدروا يأخذوا ساعات مغادرات أثناء العمل لتأدية كافة الاحتياجات وما بتم الخصم الأجر من الأمهات إحنا منوفر لهم أرصدة إجازات سنوية من 17 تيام إضافية على رصيدهم السنوي بحيث يقدروا يواءموا بين احتياجاتهم في العمل ويواءموا بين احتياجاتهم المنزلية لأنه إحنا منتعامل مع جدول حصص مدرسي منساعد المعلمات الأمهات بترتيب جدول الحصص بشكل يمكنهم يجوا على المدرسة متأخرين أو يروحوا بكير للعناية بأطفال من أهم المميزات اللي بتقدمها مينا آيتك للمرأة العاملة هي التأمين الصحي العائلي والنشاطات الاجتماعية اللي توفرها الشركة عنا هي نشاطات ذات طابع عائلي بالنسبة للمجمع الصناعي إحنا منوفر مرافق السكن والمطعم والسوبرماركت بالإضافة لمرافق رياضية مثل الجم الرياضي وملعب كرة القدم وكل هذه الميزات اللي قدمناها للموظفين ساعدت في خلق بيئة عمل مناسبة لتحسين الكفاءة الانتاج وذلك أنه خفت الغيابات بشكل كبير بشكل ملحوظ وخفت دوران الوظيفي مما ساعد على رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين الأرباح هذا كله أدى أنه يكون عندنا معدل الدوران الوظيفي للنساء قليلة جداً انعكس بفائد كثير كبيرة للشركة وللموظفين الدكور والإناء انعكس على قلة نسبة الاستقالات كمان بين الدكور والإناء وفي نفس الوقت انعكس على مدى الرضا الوظيفي عند الموظفين وخلى الموظفين يحضروا إلى الدوام بنفسية مرتاحة هذا الإشي أدى إلى زيادة نسبة الانتماء للشركة وقلت نسبة الاستقالات عندنا بالشركة بدرجة كبيرة ترجمة نانسي قنقر